السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعين في درس جديد يتعلق بالظواهر اللغوية الخاصة بكتاب واحد الكلمات لغة العربية للسنة الرابعة درس اليوم يتعلق بثلاث دروس الدرس الأول مكون الصرف وتحويل الفعل وأزمنته 1 صفحة 6 وعشرون ثم بعده الدرس الثاني التراكيب مكون التراكيب عناصر الجملة الفعلية واحد صفحة 27 من نفس الكتاب ثم الدرس الآخر الذي سيكون عبارة عن درس الإملاء التاء المربوطة واحد صفحة 28 إذن تابعونا على المقطع من البداية للنهاية حتى تستفيدوا من شرحنا لهذه الدروس الثلاثة ونبدأ على بركة الله بالدرس الأول الفعل وأزمنته 1 ولاحظوا وأكتشفوا نعم طلومنا قراءة هذا النص ثم بعده نقرأ السؤال أصنف الكلمات الملونة بحسب نوعها اسم أو فعل أو حرف الكلمات اللي باللون مغير هي داومة تغنوا ويذهبوا هذه الكلمات كلها هي أفعال واشتفقنا إذن هذه الكلمات كلها أفعال ليست بأسماء وليست بحروب ثم ننتقل إلى أحلل عندنا أكمل الجدول بحسب المطلوب عندنا الجملة داوم المغاربة منذ القديم على شرب الشاي الجملة الثانية يداوم المغاربة دائما على شرب الشاي الجملة الأخيرة حضر الشاي الآن وداوم على شربه أعمل أفعال هي اللي باللون المغير بالنسبة للجملة الأولى عنها داوم الجملة الثانية يداوم جملة الثالثة حضر حضر وداوم تفقنا ثم زمنه الماضي الحاضر والمستقبل باش نشرح لكم الأزمينة الماضي هو وح الفعل قمنا به يعني وانتهى يعني سلينا منه بالنسبة للحاضر هو وح الفعل نقوم به الآن مثلا نأتيكم مثال باش ما تلفوش مثلا الفعل في الماضي كان قوله مثلا كتبت يعني في الماضي كتابت مثلا في الحاضر أكتبو يعني كان كتب الآن أكتبو وفي المستقبل مثلا سأكتبو هذا غير نكتب باقي ما بدهش الكتبة تفقنا إذن بالنسبة للفعل داوم هذا الفعل نعم هذا الفعل في الماضي يعني الزمان فائد يداوم يعني ما أزال يعني في هذا الوقت هذا يداوم الآن بمعنى الحاضر بالنسبة للأمر حضري وداوم هذا فعل أمر كان أعطيك واحد الأمر باش تديره يعني فعل الأمر أكله عليه دائما هو واحد الأمر يعني واحد شخصك أمرك بواحد الفعل باش تقوم به حضر يعني كأقول لك دير داوم يعني استمر على هذا الفعل هذا اتفقنا إذن هذا فعل مستقبل كلا الفعلين هم في المستقبل ثم ننتقل للسؤال المولي أحدد أي من الأفعال يدل على ما حدث في الزمن الفائت الآن بالنسبة للفعل الزمن الفائت لقلناه هو داوم الزمن الماضي إذن داوم هذا هو الفعل ليدل على الزمن الفائت داوم بالنسبة ما يحدث في الحاضر أو ما سيحدث في المستقبل هو فعل يداوم يداوم ثم ما يطلب به الحصول على شيء في الحاضر أو المستقبل هو الفعل مثلا حضر مثلا إذن ما حدث في الزمن الفائت هذا هو الزمن الماضي وما يحدث في الحاضر هذا كنسميه زمن الحاضر والأخير هو المستقبل نفهوم ثم عنا الاستنتاج لنفس الخطوات قلنا الفعل من حيث أزمينته إما ماض أو مضارع أو أمر الماضي يدل على ما حدث في زمن الفائت المضارع يدل على ما يحدث في الحاضر أو ما سيحدث في المستقبل والأمر يدل على طلب الفعل في الحاضر أو المستقبل ثم أطبق أركب جملة فعلية فعلها ماضي ثم أحولها إلى المضارع والأمر أعمل جملة التي تكون في الماضي مثلا رسم الولد اللوحة أو لوحة رسم الولد اللوحة أو رسم الولد لوحة في الماضي يرسم لاحظ ضيفنا حرف الي اللي هو حروف المضارعة وتغيرت الفتحة بظمة يرسم الولد اللوحة ثم في الأمر أرسم اللوحة كان أمر هذاك طفل أو هذاك الولد باش يرسمنا هذه اللوحة أرسم اللوحة نعم ثم أميز بين الأفعال التالية ما يدل على الماضي والمضارع والأمر دخل هذا فعل ماضي يلعب فعل مضارع أرسم هذا فعل أمر إفرحي هذا فعل أمر نتعاون هذا فعل مضارع تفقنا باش نعقل على الفعل الماضي والمضارع والأمر قاعدة سهلة الفعل الماضي حركته الأصلية هي الفتحة الفعل المضارع حركته الأصلية هي الضمة في الآخر والفعل الأمر حركته الأصلية هي السكون وبنسبة التأنيت كنضفه الياء ثم ننتقل للدرس الموالي مكون التراكيب عناصر الجملة الفعلية واحد ألاحظ وأكتشف لما أسست فاطمة جامع القرويين في فاسة انتشر الخبر فأقبل الطلاب عليه من داخل المغرب وخارجه لتحصيل مختلف العلوم أؤثر الجملة الملونة في ترسمة اسم وفعل وحرف الجملة هي هذه أسست فاطمة جامع القرويين في فاسة نعم الرسم الترسمة إذن الترسمة دي نبهات الشكل فاطمة جامعة القرويين وفاسة هذه كلها أسماء الفعل هو أسست والحرف عندنا في انتلاقا من الجملة اللي عندنا واش ساهمنا ثم أحدد نوع الجملة وأعلل إجابتي نوع هذه الجملة هذي هي جملة فعلية تعليل ديل هذه الجملة على الجملة فعلية لأنها ابتدأت بفعل أسست فعل أسسة إذن كل جملة تبتدئ بفعل فهي جملة فعلية والعكس صحيح كل جملة تبتدئ بإسم فهي جملة إسمية ثم ننتقل إلى أحلل عنا أكمل الجدولة وفق المطلوب عنا الجملة أسست فاطمة جامعة القرويين نعم العناصر عنا الفعل الذي قام بالفعل ما يتم المعنى الفعل في الجملة هو أسست نعم الذي قام بالفعل هو فاطمة ما يتم المعنى هو جامع القرويين شو تفهمنا إذن الفعل الفاعل ثم ما يتم المعنى أقبل الطلاب عليه من داخل المغرب نعم الفعل هو أقبل ثم الطلاب هذا الفاعل الذي قام بالفعل الطلاب ثم عليه من داخل المغرب هذا ما يتم المعنى أحدد العنصرين الأساسيين في الجملة الفعلية العنصرين الأساسيين هما الفعل والفاعل الفعل والفاعل هذا هما العنصرين الأساسيين ماذا يسمى الإسم الذي يقوم بالفعل؟ الإسم الذي يقوم بالفعل كنسميه الفاعل هو من قام بالفعل لما أضيفت عناصر أخرى للفعل والفاعل في الجملتين أسست فاطمة وأقبل الطلاب لإتمام معنى الجملة يعني الجملة تكون غير واضحة ولكن منك نكمللها تصبح الجملة تامة وجملة كاملة تفقنا لإتمام معنى الجملة ثم عنا الاستنتاج وبعده أتبق أعين عنصري كل جملة فعلية فيما يأتي يحافظ المغاربة على تقاليدهم ويرفرف فوق البناية العالم الوطني إذا من نسبة الجملة الأولى هذا الفعل والمغاربة الفاعل تفقنا يرفرف هذا الفعل والعالم هذا الفاعل هذا الظرف مكان ثم أحول الجملة التالية إلى جملة فعلية مطلوبنا هنا نحول هذه الجملة الجملة فعلية المغرب هذا اسم يتمتع فعل بموقع جغرافي متميز إذن هاح نقلبنا الجملة والآن تاقلوا لصفحة رقم 28 سمحوا لي حيث كان يزرب عليكم غيب باش ما نطولش الفيديو ما يكونش المقطع طويل جدا عنا الإملاء التالي المربوطة نعم نحاولو نقرأو هذا النص أنا ما غنقرهش غيب باش ما نضيع لكمش الوقت بما ختمة الكلمات الملونة نعم ختمة الكلمات الملونة بالتائي والمربوطة عنا فاطمته وسامته يأتي حفوا المغاربة والقضاة نعم نذهب إلى التحليل وحددوا خصائص الكلمات الملونة وفقها عناصر الجدول الأتي عنا هذه الكلمات سنحاولو ندرهم في هذه الجدول نعم إذن هذا هو الجدول لنا وضم الكلمات الخمس لنا بالنسبة لكلمة فاطمة نوعها اسم نعم نوع التاء المربوطة نعم حركة الحرف الذي قبله التاء الفتحة مذكر فاطمة مذكر أو مؤنث مؤنث مفرد أو جمع مفرد فاطمة كلمة مفردة إذن أسامة نفس الشيء اسم المربوطة نعم نفس الشيء عن الفتحة مذكر أو مؤنث أسامة هذا مذكر الكلمة واش مفرد أو جمع مفرد حياتي حياتي عندنا هنا هذه كلمة تاء اسم تاء المربوطة طبيعة الحال الحركة التي قبله التاء هي الألف أو ما يسمى بالسكون الميت الألف ثم مذكر أو مؤنث الحياة مؤنث نعم كلمة في المفرد قضاتي هذا اسم نوع التاء المربوطة الحركة التي قبلها التاء هي الألف لقلناها السكون الميت ثم الكلمة هي مذكر قول الأصليان الجمع العدد قضاتي جمع المغربة نعم هذا اسم تاء المربوطة وعنناها الحركة التي قبلها تاء لقلناها الفتحة وكلمة هي كلمة مذكر مفردها مغربي ثم هذه في الجمع العدد هذه الكلمة هي الجمع تفقنا ثم السؤال الموالم تمنى أبين ما تشترك فيه الكلمات الملونة وما تختلف فيه نعم تشترك هذه الكلمات فيه أنها كلها أسماء وكلها تكتب بتاء المربوطة نعم فيما تختلف تختلف في الحركة التي قبل التاء في حركة التي قبل التاء وفي التذكير في المذكر والمؤنث وفي المفرد والجمع هناك تختلف أما في نوع نوع الكلمة ونوع التاء فهي تتشابه ثم أحدد نوع كل كلمة مختومة بتاء مربوطة قبلها فتحة مذكر أم مؤنث مفرد أم جمع غير هو ملاحظة بالنسبة الكلمة أسامة رأى أسامة كلمة مؤنثة كتابة ولكن مذكرة لفظا غير بشي بميز بنث في حال أسامة في حال حمزة في حال معاوية وغيرها من الأسماء إذا الكلمة مسبقة بفتحة مثلا في حال فاطمة نعم هذه كلمة مؤنثة ومفردة لدينا أسامة حتى هي كلمة نقول مذكرة ولكن مفردة مؤنث كلمة مؤنثة تهي مفردة بالنسبة المغاربة هذا هذا مذكر ولكن في الجمع طفقنا مذكر في الجمع بالنسبة الأسامة كلمة مؤنثة نعتبر كلمة مؤنثة لمؤنثة كتابة طفقنا أما لفظا فهي لفظا فهي مذكر ثم السؤال موالي أعين أي من الإسمين التالية مؤنث حقيقي يعني مؤنث حقيقي كتابة ولفظا عنا فاطمة أم أسامة لي مؤنث حقيقي هو فاطمة وكنت القواعد لمؤنث يعني على البنت أما أسامة فهو اسم الولد ولكن كتابة فهو مؤنث أحدد نوع كل كلمة مختومة بتاء مربوطة قبلها ألف مذكر أم مؤنث مفرد أم جامع نعم الكلمة المسبوقة بألف حل حياتي و قضاتي نعم بالنسبة لحياة هذا اسم مؤنث ولكن في المفرد أما قضاتي فهي اسم مذكر ولكن في الجامع تفقنا الآن لدينا الاستنتاج الذي يخصكم تقرؤه وتحفظه ثم أبين سبب كتابة التاء المربوطة مربوطة في كل كلمة مما يأتي علش كتبنا تاء مربوطة رعاة حضارة عن طارة أذات و صيادلة بالنسبة لكلمة رعاة لأنها كلمة جامع المذكر والتاء مسبوقة بألف حضارة هي أنها مفرد المؤنث والتاء مسبوقة بفتحة عن طارة لأنها كلمة مؤنث مفردة مسبوقة بفتحة أداة هي جمع المذكر ومسبوقة بألف صيادلة حتى هي كلمة جمع المذكر ومسبوقة بفتحة ثم أذكر أسماء شبيهة بما يأتي أسامة رحالة المغاربة أعمل أمثلة مثلا حمزة و عن طارة معاوية وغيرها من الكلمات وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الدرس بالنسبة لكم بفتحة الكتابية حتى هو ستجد في صندوق الوصف وإلى اللقاء